فراغوا جهاز الفيديو ار مفروض بيسجروا دلوقتي بيشوفوا ايه اللي فيه وبيحطوا الحسابات بتاعة المصاريف اللي اتعملت لكن لسه مصلناش لحاجة الحالة اللي قدامنا الكيس اللي كانت قدامنا كانت معقدة وكانت غير تقليدية وبالتالي كان لازم يكون في حالة غير تقليدي برضو علشان نطلع بمركب دي فانا انتخذت القرار وقلت حنجرب مضوع كراكات جردنا كراكات صغيرة لأول عشان برضو ما يخشش كده يعني وقعد كده كراكنا بكراكة كبيرة اللي هي مشهور والحمد لله جابت نتيجة كبيرة جدا هو ده يمكن من الاسباب الرأسية لتعويم السفينة هي الكراكة مشهور لما اشتغلت ست ايام كاملين او خمس ايام كاملين في عملية التكريك تحت في المقدم بذلك مشتغلتش خالص في النص ولا في المؤخر كله كله في المقدم عملنا عملية انقاذ اكبر عملية انقاذ لسفينة في ظروف صعبة ومعقدة حصلتش يمكن في العالم كله انجازنا الانجاز ده وان كان كل الناس قالت هياخد مؤلم شهرين تلاتة حخلصناه في ست ايام بالخبرة والقدرات اللي عندنا بقول كمان ان احنا كنات سويس امنة ورجالها عندهم القدرة على حمايتها وتأمنها فنيا وملاحيا بنتطور كل يوم فيها بيجيب معدات جديدة احنا قادرين ان احنا هتعامل مع اي مواقف صعب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة